ترجمة نانسي قنقر نتذكر بكل التقدير والعرفان مناقب الراحل الكبير ومآثره العديدة نذكره سياسيا محنكا عرف بحكمته وسداد رأيه وسعيه بالانقطاع على مدى عقود لرفعة وطنه وبناء نهضته ونذكره قائدا بارزا خاض غمار مقالات العمل كافة الاجتماعي والتنموي والتعليمي والاقتصادي والإداري فكان له في كل مقال باع طويل وإنجازات عظيمة وأثر لا يمحى سيذكر له بنو وطنه اهتمامه بأمور المواطنين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وحرصه على الاستقابة لتطلعاتهم بقدر كبير من الحنكة والدراية والمثابرة ليست بغريب على بيت الحكم البحريني العريق ونذكر أيضا بالتقدير والثناء أنه على مدى عقود من المشاركة الفعالة في بناء حاضر أكثر تقدما برزت إسهامات سمو الأمير خليفة بن سلمان في تحقيق المشروع التنموي البحريني منذ نهاية الخمسينيات من خلال رؤية ثاقبة وقناعة بأن النهضة التعليمية هي الركن الركين للنهضة الشاملة فقد استند رحمه الله إلى العلم وأخذ بأسبابه وحرص على اتباع أرقى المناهج في إطار منظومة متكاملة من الأفكار والبرامج والأساليب الحديثة التي حققت النهضة التعليمية ولا عجب أن الحركة التعليمية البحرينية تحتل ولله الحمد موقعا رياديا على مستوى الخليق العربي والأقليم وهو أمر ننظر إليه بكثير من التقدير إذ جعل من تعزيز المحددات الاجتماعية للصحة التي أكدت عليها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية كسبيل للنهوض بالصحة هدفا ممكنا قابلا للتحقيق والمتتبع لدور سمو الأمير خليفة بن سلمان في وضع لبنات النظام الإداري والنمط المؤسسي الحديث منذ ترأسه لمجلس الدولة في أواخر الستينيات الذي أفضى فيما بعد إلى مجلس الوزراء الذي ترأسه سموه منذ السبعينيات لا يملك إلا أن يشهد له بالاقتدار والفكر الثاقب في شتى المقالات وقد اتسعت إنجازاته لتشمل دعم العمل الصحي العام ليس على الصعيد المحلي فحسب بل وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي كذلك فاستحق عن قدارة تقدير المؤسسات العالمية وإشادة منظمة الصحة العالمية التي شرفت بأن قدمت لسموه قائزة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العام الماضي خلال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية تقديراً لقيادته المتميزة في تعزيز الصحة للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر